بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خلينا شوية في اللياء وتنوضح بعض الأمور لو لاحظت هنا تلقى styles.render بعدين معطيه اللي هو التلدة تلدة اللي هو الدل على المشروع الأساسي وحتلقى قال له مجلد اسمه content حتلقى css حنشوف في هذا الكلام أو مو موجود solution explorer التلدة اللي هو المشروع الأساسي طيب قال له نروح مجلده content هذه فكرتها styles عساسي أنه بيحط css طيب لقينا مجلد اسمه content هل فيه شي اسمه css تقق هنا ما حتلقى شي اسمه css طيب من فين جاء هذا الكلام احنا عندنا ملف اسمه site.css خلاص معروف فيه الأشياء اللي فيها css عندنا themes وفيه ملفات jquery الأشياء اللي تخص الستال موجودة هنا بس فيه شي غريب هو طلب css من فين جاء هذا الكلام خلينا نيجي هنا ارجع للأب start للأب start احنا كنا نتكلم عن route config الان للبندل config خلينا نيجي للملف هذا تحسوا ملف شوية غريب لكن اوضح لك اش معنى content css شوف هو هنا بكتابة السطر هذا style bundle يقول له اذا كتبت لك هذا السطر شوف حط في هذا الشيء بداله يعني يشمل هذا الشيء يعني انا لما اكتب اكتب لك styles.render واكتب هذا المسار ترى انا اقصد هذا الشيء شايف content slash site.css بس include يعني يقدر يحط اكثر من ملف القصد من هذا الشيء انه يصغر او يسوي optimization كيف خلينا نزول المثال اللي تحت نفس الحركة اللي فوق سواها تحت بس دقق قال له include واعطاه اكثر من ملف فصار لمن يكتب هو هذا الملف او يكتب هذا الشيء فقط هو يكصد ضمن لجميع هذه الملفات ضمن لجميع هذه الملفات ارجع لللياوت شوف فالcss هذا css لما نقوله styles.render content css هو حيروح فان حيروح للي موجودة في البندل قال له انا لقيت هذه ايش يعوض مكانه قال له فقط ملف واحد اللي هو هذا هذا معناها لكن فهذه هي الفكرة الاساسية من وراها شوفينا عندك ايش scripts render bundles jquery jquery قال له اباك تحط لي scripts اللي هو jquery احنا خلينا نروح هنا نجي لconfig دقق هتلقى jquery محدد ايش محدد الشيء اللي يبغى يستبدل بها محدد الشيء اللي يبغى يستبدل بها فهذا حيستبدل الهدف منها انه jquery بعد اسم الملف يجي رقم الاصدار مثلا 1.5.8 2.8 كذا بالشكل هذا فهو يبغى يخليها بشكل عام هنا على اساس انه ما يقعد يغير الفيرجن كل شوية خلاص يكتب من يكتب هنا jquery وبغض النظر عن الملف اللي يجيبه خلاص هو كاتب اسم موحد فهذه الفكرة الاساسية فهو هنا بالstyle bundle وبالاشياء ذي بالband للفكرة الفكرة بصورة مختصرة انه انا اقدر احط اسم واحد وبمقابل الاسم ذا اقدر اضمن عشرات الملفات ملفه او اكثر يعني اسم واحد يخلينا اضمن ملف او اكثر فهذا السبب اللي خلانا لو جينا هنا نلقى نحط css فما حيلقى css يروح للباندل يقولوا ترى انا لقيت css يشتك صدبه يقولوا ترى بس ضمن هذا الملف لما نحط له content اللي هو tilde content themes base css يقولوا ضمن جميع هذه الملفات اللي هو اجت هذا السطر فهذه هي الفكرة من وجود اللي هو styles.fender ومعوم بعدين css بعدين css معلومة اضافية تلقى ملف اسمه modernizer طبعا modernizer اللي هو طبعا هو مختصر مو مكتوب بنفس modernizer بس بس الفكرة من وراء احيانا في متصفحات قديمة ما تقبل بعض التقنيات الحديثة يعني يبقى شخص يدخل موقعك فعنده متصفح قديم فالموقع ما هيشتغل بالشكل المطلوب لانه في اشياء حديثة مطلوبة يستخدمها ال mvc ويستخدمها مع الجافا سكريبت ومع الاشياء هذه فملف المود النايزر هذا او فكرة انه يحاول في المتصفحات القديمة يحاول يحاكي الاشياء الحديثة يحاول يحاكي الاشياء الحديثة على اساس ان البرنامج تبعك يظهر بنفس الاسلوب حتى في المتصفحات القديمة هذه معلومة ان شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لك اتمنى الصورة تكون وضحت صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى عدوة صحبية جمعين اشتركوا في القناة